بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة لهم الدين يقول الله تبارك وتعالى والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم الآيات من سورة النور وقد مضى في الحلقة الماضية كيف بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذا الأمر اللازم والإشادة بهذه السورة وأنه هو الذي أنزلها وفرضها فقال سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون ثم أتى بحكم الزانية والزانية الحكم العقوبة التي يجب أن تتوجب إليهما ثم حكم نكاح الزانية وحكم تزويج الزاني وأن هذا محرم على المؤمنين ثم الحكم الثالث هذا أتى الله تبارك وتعالى بحكم من يرمي المحصنات وهن العفيفات ولا شك أن رمي اللي هو السب امرأة محصنة أي عفيفة بالزنا كسب رجل عفيف كذلك بالزنا فحكمه يعني حكمهما واحد فالنص على المحصنات وإنما الحكم إنما هو الجميع فكل من رمى محصنا أي عفيفا غير معروف ومشهور بالزنا ففيه هذا الحكم قال جل وعلا والذين يربون المحصنات أي النساء العفيفات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء على هذه المقالة التي قالها للاتهام بالزنا أربعة شهداء أنهم شاهدوا هذا الفعل وهذه الشهادة لا بد أن تكون شهادة للفعل نفسه وليس لمطلق أنهم وجدوا أن هذا الرجل والمرأة في خلوة أو في وضع شاين أو نحو ذلك بل لا بد أن يكون قد شاهدوا نفس الفعل والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يعني يشهدون كلهم نفس الشهادة على ما يرمى به هذا الرجل والمرأة قال جل وعلا فاجلدوهم ثمانين جلد هذا الذي رمى يعني غيره بالزنا ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا هذا الحكم الثاني فتسقط شهادته يعني سقوطا أبديا فلا تقبل شهادته على أي عقد من العقود وأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى ثم قال جل وعلا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك توبة بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى وكذلك بالرجوع عن هذا القول أو المقالة التي قالها يجب أن يكذب نفسه في هذا الأمر ويرجع عن مقالته ثم كذلك يتوب إلى الله تبارك وتعالى معنى يستغفر الله ويتوب من إقدامه على هذا الأمر الذي أقدم عليه دون أن يكون معه يعني الشهود الذين يشهدون معه بذلك إلا الذين تابوا من بعد ذلك من بعد هذا الرمي وأصلحوا يعني في أعمالهم فظهر عليهم يعني صلاح الحال من التزام الصدق والأمانة وعدم التعدي على يعني أعراض الآخرين قال جل وعلا فإن الله غفور رحيم فإن الله تبارك وتعالى يقيل عثرتهم هذه ويغفر لهم يعني السيئة التي وقعت منهم ويرحمهم سبحانه وتعالى بأن لا يعذبهم على هذه السيئة هل إلا الذين تابوا يعود هذا إلى انتفاء الفسق عنهم فقط أم إلى كذلك إلى قبول شهادتهم بعد ذلك بعد هذه التوبة أم كذلك إلى الحد فيدرأ عنهم أما الحد فلا يدرأ عنهم بالتوبة اجمعه فإنه إذا وصل الأمر إلى الحاكم وحصلت يعني الرمي من من هذا الرجل ولم يأتي بالشهداء فإنه يجب أن يقام عليه الحد حتى لو أكذب نفسه لو أكذب نفسه بعد ذلك قال لا أنا كنت منتسرعا في هذا أو كنت كذا في هذا أو لم يكن منه هذا وتاب فإن الحد لا يدرأ عنه إجماعا وأما قبول الشهادة بعد ذلك فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه تقبل شهادته إذا استقام عن الأمر بعد ذلك وتاب إلى الله تبارك وتعالى وحسنت توبته من هذا الذنب فإنها تقبل شهادته فيه الخلاف المشهور في هذا وأما الفسق فإنه يرفع عنه لا شك أن الفسق يكون مرفوعا عنه بدليل قول الله تبارك وتعالى إلا الذين تابوا مع لذلك وأصلحوا فإن الله أفو الرحيم فيرفع عنهم صفة الفسق التي لحقته ثم شرع الله تبارك وتعالى في حكم جديد وهو الذي يرمي الأزواج خاصة هذا في من يرمي غير الزوجته أما هذا في من يرمي زوجته قال جل وعلا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين قبل أن تنزل هذه الآيات ونزل حكم من يرمي المحصنات حصل لبعض الصحابة أنه رأى الفاحش على زوجته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رأيت يعني إن رأى الإنسان يعني رجلا على أهله ينتظر حتى يأتي بأربعة شهداء إن راح يجيب أربعة شهداء يعني هذا انتهى من فعلته وإن قتلهما حاسبتموه فماذا يفعل ما الذي يفعل ثم إنه لما حصل هذا أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات ونادى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الصحابة عويم العجلاني وكان كذلك لهلال بن أمية وقال له تعالى قد أنزل الله تبارك وتعالى فيك وفي صاحبتك يعني فيك وفي امرأتك ما الحكم في هذا فهذا الحكم أنزله الله تبارك وتعالى بخصوص رمي الرجل زوجته وهو أنه ليس كالآخرين فإنه ربما أن يتهم الإنسان امرأة أخرى ليست زوجته ويقول يسل عليه هذا ويكون كاذبا في هذا أما الرجل فإنه لا يرمي زوجته إلا إذا كان غالبا يعني صادقا في هذا فإنه لا يقدم رجل على أن يلوث سمعته وسمعة زوجته ومصير أطفاله ويكون كاذب في هذا إلا أن يكون من أهل التهتك ومن أهل الفسق ومن أهل الجور وأن يفعل هذا يعني بزوجته وبنفسه فغالبا ما يكون من يرمي زوجته صادقا لذلك لم يؤاخذ بأن إذا يعني لم يأتي بالشهود فيعاقب هذه العقوبة لأنه يكون بين النايرين إن سكت عن زوجته وهي على هذا الحال وهي زوجته يبقى سكت على مثل الجمر وإن تكلم عوقب فجعل الله تبارك وتعالى لهذا مخرج وهو أن يحلف بهذا الحكم أن يقسم أربعة أقسام بالله أنه صادق فيما رمى به زوجته من الزنا والخامس أن يدعو على نفسه باللعنة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا في الذي رمى به ثم إن المرأة بعد ذلك تصبح بعد ذلك إما أن تصدق الرجل فيما قال فترجم ويكون هذا عذاب في الدنيا هو من عذاب الآخرة وإما أن تكذبه فيما قال فتلعنة تقسم بالله أربعة أقسام بأنه كاذب فيما رماها بها من الزنا والخامسة تدعو على نفسها بالغضب الله وأن يحل بها غضب الله إن كان صادقا فيما رمى به قال جل وعلا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولا أنفسهم ما يستطيع أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون هذه الفعلة دخل رجل على بيته ورأى يعني هذا الأمر قائم ولم يكن لهم شهداء ولا أنفسهم فعند ذلك شهدت أحدهم أربع شهدات بالله إنه لمن الصادقين إذا رفع هذا الأمر إلى الحاكم والإمام القاضي فيشهده يشهد على نفسه أربع شهدات بالله وسم شهد لأنه سيشهد بأنه مؤمن وأن لا إله إلا الله ويحلف بالله سبحانه وتعالى أنه قد رأى من زوجتي هذا الفعل فشهدت أحدهم أربع شهدات بالله يحلف بالله أربع مرات يقسم بالله تبارك وتعالى أربع مرات أنه صادق فيما رمى به زوجته من الزنا إنه لمن الصادقين والخامسة يدعى نفسه أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين قال جل وعلا ويدرأ عنها العذاب والعذاب الذي يدرأ هذا الدرء هو يعني الدفع والإبعاد العذاب اللي هو الرجم لأن عذاب هذه المرأة وهي طبعا هي تعتبرها طبعا هي ثيب وقد الدعي عليها بهذه الدعوة فإما إذا صدقتها واعترفت إذا اعترفت خلاص هذه ترجم ويحل بها يعني هذا العذاب الدنيا ويكون طهرة لها يعني في الآخرة وإلا فإنها تشهد أربع شهدات ابن بالله إنه لمن الكاذبين تقسم بالله أربعة أقسام وفي كل مرة تقول بأن هذا زوجها كاذب فيما يعني رماها بها من الزنا وتقسم يمين خامس وتقول بأن غضب الله عليها إن كان يعني زوجها صادقا في ذلك وطبعا الغضب أشد من غضب الله تبارك وتعالى أكبر من لعنة لعنة جاءت للرجل في أن يلعن نفسه إذا كان كاذبا في هذا الأمر والمرأة جاء فيها أن غضب الله عليها إن كان زوجها يعني صادقا فيما يعني رماها به اختير الغضب هنا لأنه أكبر ولأن المرأة إنما إذا فعلت هذا إنما تبطل يعني شهادة الزوج والغالب أن يكون الزوج يعني صادقا فيما يرمي به لأنه لا يقدم على هذا الأمر يعني إلا يعني كاذبا إلا رجله متهتك تمام التهتك وغالبا ما الذي يرمي زوجته على هذا النحو أن يكون صادقا ثم إذا فضلت المرأة يعني الحياة الدنيا على الآخرة والعقوبة الأخروية على العقوبة الدنيوية يكون هذا كذلك من يعني دواعي غضب الله تبارك وتعالى ثم أنها تقسم هذه الأقسام المغلظة وهي كاذبة فيها يصبح الأمر يعني أمر فضيع ولما نزلت هذه الآيات دعا النبي صلى الله عليه وسلم عويمر وزوجته وجعله يلاعن زوجته على هذا النحو ثم وعظ النبي المرأة وقال لها إن عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة قال لها العذاب في الدنيا التي تأخذي أهوى من عذاب الآخرة فيما لو يعني كذبتيه ودهت فسكتت مدة ثم قالت لا أفضح يعني ذكرت في نفسها لا تفضح يعني أهلها وكذبته على هذا النحو فالنبي فرق بينهما وطبعا جعل الولد لها وقال ما لي يا رسول الله عني مهري فقال له يعني إن كنت صادقا فإنه لها بما استحللت من فرجها أو لأنت كنت صادق في هذا فهذا لها لأنك إن تدخلت عليها وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك من ذلك إذا كنت كاذب فكيف تكون كاذب وتستردب على ذلك هذا المال فيحكم لها بيعني ما عندها من المهر كله ومن يعني ما إلى الرجل الذي أعطاها ويلحق الولد بها ويفرق بينهما فرقة أبدية لا رجوع بعدها فلا يرجع هذا الرجل إلى هذه الزوجة مرة ثانية لا بعقد جديد ولا بمهر جديد ثم قال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم لولا فضل الله عليكم ورحمته جاء هنا فعل الشرط وجواب الشرط محذوف يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته والتقدير يعني لا عاقبكم سبحانه وتعالى وضيق عليكم ولكن جعل الله تبارك وتعالى يعني لكم أنزل لكم هذه الأحكام العظيمة في هذه الأمور التي ممكن أن تقع طهرة منه سبحانه وتعالى لنفوس المؤمنين ولمجتمعهم ولإذهاب الخنى والزنا عنهم فلولا فضل الله عليكم سبحانه وتعالى ورحمته لما كان بصركم هذه البصيرة وأنزل عليكم هذه الأحكام سبحانه وتعالى وجعل مجال لتوبة من يتوب بعد أن يقع منه الذنب فإن الله تبارك وتعالى قد جعل هذه الحدود يعني كفارات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة الله من أصاب من هذه الذنوب شيء فعوقب به العقوبة هذه الدنيوية الحد الدنيوي فهو كفارة الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أما إذا وقع منه أمر ثم ستره الله تبارك وتعالى على هذا الأمر فهذا يكون بعد ذلك أمره في الآخر إلى الله إن شاء عذبه سبحانه وتعالى وإن شاء غفر له فالحدود التي أنزلها الله تبارك وتعالى إنما هي كفارات طهرة للمؤمن طهرة للمؤمن الذي فعل هذا تطير في الدنيا وهو عذاب أهوى من عذاب الآخر فإن عذاب الآخر الشديد وأما هذا العذاب وإن كان عند الناس إنه شديد الجلد مائة جلدة والجلد ثمانين جلدة بالنسبة لمن يرمي المحصنات والرجم كذلك بالنسبة لمن يأتي هذه الفاحشة ومحصن لا شك أنه يعني هذه العقوبة الدنيوية هي أهوى من عقوبة الله تبارك وتعالى في الآخر فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن شرع هذه العقوبة طهرة لمن فعلها ثم كذلك زجر لمن لم يفعل هذا حتى لا يقع فيه وزجر كذلك لهذا الذي فعل به هذا الفعل حتى لاقع مرة ثانية ويعود إلى هذا الفعل هذا طبعا في يعني الحد الذي لا يقع فيه قتل مثل الجل ويبقى كذلك رهبة الحد مانعة عند أهل الإيمان من أن يقارفوا معاصي الله تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب سبحانه وتعالى من صفته أنه تواب والتواب كثير التوبة كثير قبول التوبة من عباده سبحانه وتعالى التوبة من العبد الرجوع إلى الله تبارك وتعالى وتوبة الله تبارك وتعالى على عبده هو قبول يعني رجوع العبد إليه سبحانه وتعالى وإقال عثرته حكيم سبحانه وتعالى يعني يضع كل أمر في نصابه فكل أمر من هذه الأمور موضوع في نصابه تماما هذه حكمة الرب تبارك وتعالى في إنزاله هذه الأحكام العظيمة على عباده سبحانه وتعالى ثم جاءت الآيات بعد ذلك في بيان يعني حادث الإفك الذي وقع في سب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقال جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون حادثة الإفك حادثة عظيمة وقد رواها الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحهما ودووين الإسلام وسنقرأ إن شاء الله هذه الحادثة بالتفصيل كما رؤيت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الذي وقع لها هذا الأمر يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتوى بن مسعود عن حديثة عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا أهل الإفك أصل الإفك هو الكذب وسمي الكذب إفكا لأنه قلاب مقلوب لأن الإفك هو قلب الشيء جعلوا أعلاه أسفل فهو قلاب مقلوب حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا كانت هذه البراءة التي نزلت إنما هو براءة الله تبارك وتعالى الشهادة الله تبارك وتعالى يعني التي أنزلها سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله وسلم فبرأة عائشة رضي الله تعالى عنها إنما الذي برأها مما رماها به أهل الإفك هو يعني الله تبارك وتعالى في قرآن يتلى وليس في يعني رفض الإفك لأنه لم يقم عنه شهود أو رفضه لأن النبي مثلا رأى هذا أو أنها جاءته رؤية يعني من منامية يخبر عنها بل ينزل الله تبارك وتعالى في هذا الشأن قرآن يتلى إلى يوم القيام فالله هو الذي برأها سبحانه وتعالى فبرأها الله مما قال يقول وكل دا كلام الإمام الزهري حدثني طائفة من الحديث وبعض حديثهم يصدق بعضا يعني هؤلاء التابعين الذين روا عن أم المنعيشة وجاء الحديث إلى الإمام الزهري رحمه الله يقول لأنا جمعت حديثهم كله وبعض حديثهم يصدق بعضه بعض وإن كان بعضهم أوعى له من بعض الذي حدثني عروة عن عيشة رضي الله تعالى عنها أن عيشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نساء يعني إذا أراد أن يخرج في سفر يعمل قرعة بين النساء والقرعة تختار يعني أن يوضع مثلا أسماؤهم في شيء ثم من سحبت سهمها أو قرعتها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن يجعل لهم يعني الخروج معه بالتسلسل في هذه السفرة والثانية في السفرة الثالثة والثالثة هكذا وإنما كان النبي يصنع لهم قرعة أسهم فمن خرج سهمها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي خرج سهم أم المنعيشة في هذه الغزو وهي غزوة المريسية قالت فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب كان هذا في السنة الخامسة وكان قد نزل الحجاب على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحجب نساءه يعني سوادهن عن المؤمنين يقول فأنا أحمل في هودجي فكانت تحمل في هودجها يعني تدخل هي الهودج والهودج هو هذه المقصورة التي تكون من يعني عيدان من الخشب منصوبة ثم يكون عليها يعني غطاء تدخل فيه المرأة وتكون في داخل هذا الهودج ثم يحمل الهودج يكون الهودج هذا له يعني يعني أيدي يحمل بها ويوضع على ظهر البعير تقول فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه وكذلك عندما تنزل من البعير لا تنزل تخرج تفتح يعني ستر الهودج وتنزل بنفسها سوادها بل يحمل الهودج كله ثم ينزل ثم يذهب الرجال الذين يعني أنزلوا هذا بعيدا وتدخل مثلا خيمتها وقبتها فتحمل في الهودج وتنزل فيه قالت فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله من غزوته ساروا سارت مع النبي وصارت الغزوة وفرغ النبي من غزوته غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين لما قفل القفول هو الرجوع ودنونا اقتربنا من المدينة قافلين راجعين آذن ليلة بالرحيل آذن أحوانا أعلن أعلن النبي في الجيش أنهم مرتحلون يعني في هذه الليلة تقول أم المؤنين فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي يعني أنها قامت لتقضي حاجتها وكانت ليست هناك كنف قريبة من المنزل وإنما على من يريد أن يقضي حاجته وأن يذهب خارج الجيش جيش بالألاف مخيم فذهبت هي لتقضي حاجتها في الليل بعيدا عن منزل الجيش تقول فلما قضيت شأني حاجتها أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع ظافار قد انقطع يقول لما رجعت تحسست كتلبس عقد من جزع جزع حجارة ظافار منطقة معروفة في جنيب الجزيرة في عمان تقول هذا العقد انقطع وجدت أنه قد انقطع ديت فالتمست عقدي وحبسني ابتغاء رجعت مرة ثانية تبحث في المكان الذي صارت فيه وكانت فيه حتى يعني تسترد عقدها وبحثها عن العقد حبسها وأخرها أن ترجع إلى يعني مكانها تقول وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي يقول الرهط اللي كانوا يعني في العادة يحملوا الهودج ويضعوه على اللي هم يخدموه ويشيروا الهودج ليضعوه على يعني ظهر البعير قالت فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون عني فيه شالوا الهودج وحطوه على البعير الذي كانت فيه أم المؤمنين عائش رضي الله وهم يظن أن أم المؤمنين فيه تقول وكان النساء إذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما تأكل العلقة من الطعام تقول النساء في هذا الوقت كنا خفاف خفيفة ما أثقلها اللحم لأنه كانت في هذا الوقت يكون العلقة من الطعام ولا يكون طعاما كثيرا فيكون يعني ثقيلة قالت فلم يستنكر القوم خفة الهودج ما استنكروا الذين حملوا هودج أم المؤمنين عائش رضي الله عنها أنها ليست فيه حين رفعوا وكنت جارية حديثة السن جارية هي يعني البنت الصغيرة حديثة السن كان سن أم المؤمنين عاش في هذا الوقت إذا تصورنا أن هذا في السنة الخامسة والنبي بنى بها وهي في التاسعة يعني سنها نحو يعني أربعة عشر عاما فقط تقول أنا كنت يعني جارية في هذا الوقت حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش يعني أنهم لما جاءوا وضعوا الهودج على البعير ثم يعني قوموه وساروا مع الجيش ولم يفطنوا ولم يفطن أحد أن أم المؤمنين عائش رضي الله عنها لم تكن في هودجها سنعود إلى استكمال إن شاء الله يعني رواية أم المؤمن عائش في حديث الإفك وهذا ونحن مع قول الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرًا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثب والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلنا الله إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم مبارك مبارك مبارك